السلام عليكم وحياكم الله ثورة ثانية في مقطع جديد أمس ما نزلت شيء في القصة تكلمنا عن شرح مشكلة الوزن وكيف تحلها طبعا جاء update وصارت حاجات كثيرة بس قبل ما أتكلم عن update حاب أشكركم على الدعم اللي مستمر منكم في بعض المتابعين ما شاء الله يعني يوميا أشوف لهم تعليقات وشوف لهم لايكات في برضو ناس يوميا برضو تشترك في القناة الجديدين فحياكم الله تمنى أن القناة هذا تفيدوكم إذا كنت تلعب فلاوت مثلنا علموا برضو في واحد من المشتركين اقترح أن نسوي مجتمع عربي وهي فكرة صراحة حلبة صراحة ما أدري بس ودوكم يعني نجتمع في ديسكورد أو حاجة ثانية اختبوا رأيكم في التعليقات يعني والله مثلا نجتمع في مكان زي كذا ونتعلم فيه مع بعض اللي عنده أسئلة نجاوبها برضو تشاركونا لقاطاتكم اللي تحصوا في اللعبة سوان استكشفت مصرار سوان مقاطع كذا يعني غريبة ومضحكة فتكلموا في التعليقات وإش رايكم فيها خلووا دحنا نتكلم عن الوبديت وإش اللي صار ما صراحة ما صار شي كثير كنت يعني جا قبل ما يجي الوبديت غرض بتغريدة انهم راح يرفعون الستاش لميت كنت متحمس على هذا الشي لكن ما رفعه المهم اللي صار انه صلحوا مشاكل يعني ما راح تكلم عن الوبديت بشكل مفصل لكن أهم الأشياء صلح بعض المشاكل في السيرفرات في اللعبة نفسها الأنمي والأعداء صلحوا بحاجة اللي هي أول أنا لهذا الشيء اللي أحظته برضو لما ظهر أن دخلت منطقة فيها وحوش أقوية أو أهرب منهم يعني لسون يطردوني مسافة طويلة بعدين راح يرجع وحيانا ما يرجع بالمرة هذا صلحه عند حيان الأنمي ما راح يطردك يعني مسافة بس معينة عنده ومنطقته وبعدين راح يرجع الشيء الثاني القول والسكورشت أفيسر اللي هم اللي يكون معهم الكود حق النيوك بعض الأحيان لما تقتلهم ما يعطون كود بس حاليا خلاص بعد الوبديت هذا راح كلما تقتلهم راح يعطونك كود غير كذا ما في شيء يعني مهم صلح حاجات في الكام صلحوا برضا كويست في كويست كام تقدر تقول إنها مقلتشة اللي اسمها بري أوف توريزم أتوقعت تحصلها في غرافتون تاون ما وصلنا لها لكن لما نوصل لها راح أتكلم عنها في البي في بي وردو وصل لها بعض الأشياء غير كذا ما في شيء مهم باك تخلي لكم صفحة الباتش في التاقليقات إذا حاب تقرأها بنفسه المهم خلونا لحين نكمل ونشوف إيش المهمتنا طب أنا أتوقع إنه آخر حاجة أي أنه ميبوننا راح أتكسبور ال Lil Vuopen سأمر بل أثناء تتكارية السلوخة المترجم للجارب قامت بعمل المدخل المترجم للقناة المترجم للقناة شارل سيد المترجم للقناة المترجم للقناة شارلي يبدوا إجزاء الطريقة كما تغطية المشاركة لديهم يجب أن للمشاركة الناس عندما بدأت أقرب احتاج أن اتفقد ماذا فعلون مثلاً معلومات في فالاوت يعني مو بس فالاوت ذي لا من زمان يعني وهذا اللي وجهت بيها بعض المشاكل يعني ما لعبت فالاوت سلسلة كلها وجهت بيها بعض المشاكل المهم يقول لك ذلك التونيل التي تتجربت لقد بدأت تجربة مع غاز وكذلك تتجربة وكذلك تتجربة يقول لك ما حين أنت في تونيل أو في نفك وجاء غاز يعني ما عندك القناع حق الغاز يعني فايش بس سوي طيب لا يتعمل يقول لك الجواب الأول أنه تولع كبريت وتدور على المخرج جواب غبي يقول لك نشوف منك منطقة يعني ما يكون فيها غاز وانتظر اللين ما يختفي أو أخل المكان يعني بالسرعة يعني بأقصى سرعة وهو هذا الاختيار الصحيح فما راح أقرأ كل الأسئلة الأجوبة لكن وريكم الأجوبة وانتو تقدروا تختارونها وهو لابد منك تجيب سبع من سبع طيب اختيار الآيكون الثاني يكون الجواب الثاني يكون الجواب الثاني السؤال الثاني هو السؤال الثاني صار السابع يكون الجواب الثاني السؤال السابع يكون الجواب الثاني طيب كده كمنا الاختبار المعرفي ليش ما حسب لي فوق اوكي كومبليت باقي الاختبار الفيزيكل او الجسدي هذا يشهد باقي الاختبار انا اعمل انا مكان هنا انا عطل السلاح من هنا ما توقع نعطه الاسلاحة في الصندوق في قرنيد قرنيد واوه اوه 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 انا كثير اوه اوه هذا حلو اوه هذا افضل نستخدم هذا هناك بياع رمضان فوق اوكي اللعبة تكتع لماذا هناك بياع فوق اذا لم تكن هنا وعندكم مغراض اذا تروا هناك وتبيعوها طيب اول الدرجة تظهرين فوق رمضان تصبح فوق мясو ميت حسنا مستخدم المترجم 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 مستخدم مستخدم المترجم المهم في الطابق المترجم محباً لنمقذ مفيداً شكراً للمشاهدة لنمقذ من المترجم محباً للمشاهدة اشتركوا محباً للمشاهدة شكراً ترجمة الانتقال محباً فعشان تثبت نفسك هو الحاجة تكمل الاختبار المعرفي وبعدها نكمل الاختبار الجسدي وبعدها راح يكون فيه اختبار اخير ومهمة اخيرة بعدها راح تقدر تشترك يعني تثبت جدارتك انك تكون واحد من الفاير بريثر هذولي الفاير بريثر راح يلما تكمل مهامه راح يطولك سلاح كويس ضد السكورشت اللي هم اللي زي الزومبي مو بالغول السكورشت يكون الدماج ضدهم عالي مرة فسلاح كويس والله طيب بقى نمشي هنا الماء هذي راح تسمم منه بحاول مجنبه هيو حوش هذولي قول الزومبي مو سريع بقى اكتر يجيب اوك 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 هذي قطعة هذي اوك فيها ستيل و سبرينج و سكروب مره كويسة ترجمة نانسي قنقر 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 طيب معك دقيقتين وعلي ثلاث دقائق بالتحديد يعني او ما تبدي وقت كثير صراحة توقعنا وراء زومبي يب يبضاق ثمانية متر على الشيك بوينت الثاني كأن شفت وحش قدام ما بغضار بحليه ايو والله والله مشكلة اين شف لانطريق ثاني تضبح التبقى أسان ما يا الله جايبو ما بغضارك ما عندي اختبار انا ما نفاض تكبير تقريب أأنه المترجم للقناة 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 ...إعطاني الفل، ما ما أعطاني بس بالإعطال كم إكس بي طيب أغراضي وين أغراضي وين آلاً طبعاً.. لأنه اللفل أخوة، ما أحد ثاني خلاص، سيكفي لأنه اللفل عالي وأنه اللفل لي أقل منه بكثير فعشان كذا أعطاني دمج كثير طيب أرجعنا لكم السفر طردني وخشينا مرة ثانية المهم نكمل يا الله ياخذي كل شوية تطلع لي ما أبغى أسويها منها زي ما قلنا راح راح نروح المكان هذا علشان الفان الأقزام لكن قبل ما تخش المنطقة هذيك لازم تلبس لك ماسك يعني يفضل يفضل لان غير ما لذي ماسك راح يجيك امراض و راح يجيك الثيرس راح يزيد كثير شوية و بتحتاج موية فيفضل انه معك ماسك زينا ذا حين المنطقة الراحينة كلها رماد و تلوث و تشوفوا انت ذا حين طيب منطقة صعبة لكن الاختبار النهائي هنا ان شاء الله ان شاء الله الليفلي يكون كويس لها اه اذا الوحوش مرة على خمسة عشر و حالي زي كذا بحاول الفل قبل ما اخشها المنطقة هذي الا المهمة نفسها اني اذكر لعبتها في البيتا و كان لفلي حول كذا يعني كان اي احد عندي شوتقا من الوحوش يأطيني طلقة اموت اموت يعني ما يخلي خويه يرصبني اوشي لا اموت على طوب بحاول اذا الوحوش اذا انا ادري اذا اذا ادريك اذا انا ادريك المترجم للأسفل المترجم للأسفل لذلك سأضع الفور تابع بطارق لنظر الحصول الذي يتصرف لقد قمت بطاقة مباشرة نحن مباشرة تقريباً تقريباً حيث تستمع على الشريط أعطانا في الانفنتوري أتكلم عن باور أهرمون حالياً ما سأقدر ألبسه إنه هو أمر في قطع القطع هذا في الهربعين لكن تقدر لما ترمي القطع هذه في الانفنتوري وزنها ثقيل أو تسوي له سكراب تي سكستي تقريباً لا تستطيع تقريباً ومن حظي هذا فيه نطلع الباور أهرمون طبعاً اللعبة سوف تفرق عندما يكون معك باور أهرمون سوف يفرق صراحة سوف أعطيك دفاع ويعطيك قوة ودامج وكلها نرى حالياً الأفكت باور أهرمون من تسعة سترينجة لكي نلابس باور أهرمون كان يلاحظ تصبح تحديث لا تقريباً كنت تستطيع تحديث وتحديث إنه يحصل على المنزل مرة أخرى وان شاء الله نشوفكم في المقطع الجاي السلام عليكم